تأخذ الهجمات الحوثية في البحر الأحمر نسقا تصاعديا والواضح أن تحالف الأمريكية البريطانية فشل حتى الآن في رضع الحوثيين أو أنه ليس جادا في حربه عليهم ويسعى لإدارة هذه الحرب ليخرج بأقل الأضرار وأقل قدر من التورط في حرب جديدة في الشرق الأوسط هذه الاستراتيجية الأمريكية تساعدت الحوثيين على الاستمرار في الهجمات والتواعد بالتصعيد ضد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا القيادي في الميليشيا علي القحوم اتهم واشنطن ولندن بالفشل في توفير الحماية لإسرائيل في البحر الأحمر مشيرا إلى أن الدولتين تبحثان اليوم عن من يوفر لهم الحماية حد قوله مؤكدا أن لدى جماعته مفاجآت كبيرة في الأيام القادمة هذا التصريح جاء بعد تصريح آخر لرئيس الأمريكي جو بايدن توعد الحوثيين بمزيد من الضربات ردا على استمرار هجماتهم على السفن والمصالح الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن الحكومة اليمنية وفي تعليقها على استمرار الهجمات قالت إن التصعيد الخطير في وطيرة الهجمات الحوثية ضد الملاحة الدولية يستوجب إعادة النظر في سبل مواجهة نشاط أذرع النظام الإيراني المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم وتابعت بالقول إن محاولة تضليل الحوثيين للعالم وربط ما ينفذونه بالبحر الأحمر بما يجري في غزة يمثل استمرار لنهجهم في الهروب من أي التزامات داخلية وموصلة عبثهم بمصالح اليمنيين خدمة لإيران وأجنداتها التوسعية